هو شفق عادي ولكنه يصبح شفق نشط وهذا الشفق النشط يستطيع الانتقال أيضا إلى أي أمكنة يمكن أن تحددها هذه الأعمد المنصوبة هناك والتي يزيد عددها عن ستة آلاف عمود ضخم جدا كلها يعني تعطي أمواج كهردسية وهذا غير يعني غريب عن أمريكا لأن أمريكا هي فعلا كما يمكن أن نقول هي التي تتلاعب البشرية منذ 300 سنة لقاح فيزر في تصريح له من فترة قصيرة قال أن هذا اللقاح غير مفيد وربما كان أدارا تشجيع المثلية أن يتزوج شاب بشاب وامرأة بامرأة مثلا هذه المثلية لا تنتج أولادا انتهينا هناك أيضا ماسك أبو الزكاء الصناعي لديه رفيقة إنسانة آلية هذه الإنسانة الآلية يمارس معها كما يمارس مع أي كائن آخر طبعا في مناطق في الأستيك والماية هناك حلبات وهناك أيضا وجوه أيضا مرسومة لغزو فضائي ولكن ليس هناك دمار وهناك زوار أتوا وخرجوا بالمريخ في عام 1987 المركبة الأمريكية صورت هرمان هناك اقتربت من المريخ وصورت هرمان هذا الهرم الوجه يشبه نياندرتال اليوم في الليوان رحلة في الخيال والمتعة والأدب والسفر خارج هذا المحيط المتعب والمثقل بهمومه اليوم نرحل مع أحد الأشخاص إلى عوالم جديدة أحد الأشخاص يلي قضى حوالي خمسين سنة في البحث والكتابة والعلوم اسم كبير في عالم الإعلام والفكر والخيال العلمي في سوريا مؤلف لعشرات المؤلفات كان رئيس تحرير لعدد من الدوريات العلمية المهمة أستاذ في جامعة دمشق وباحث كبير أعماله وكتبه بتحكي عنه يعني أنا سعيد لأنه هاي ثالث مرة بيكون ضيفي في المختار الحوار الأول أجرينا في عام 2014 الحوار الثاني أجرينا في عام 2018 واليوم في 2024 أحوره للمرة الثالثة أرحب بضيفي الكبير الباحث دكتور طالب عمران شرفتني أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا لسهلا بأس الحقيقة أنا بالأمس كتاب بسمع حواراتي سابقة معك ويعني أنا أستمتع بالحوار قد ما أستمتع بالأصغاء لألو خاصة مع قامات مثلك اكتشفت أنه احنا حكينا كتير عن رحلتك وعن بحثك وعن الصين الطويلة اللي قضيتها أنتو عم تشتغل بعد هاي السنوات طويلة دكتور طالب المعرفة اللي صارت عندك التراكم اللي صار عندك هل خلاك تغير تفكيرك بكتير أمور بديهيات منعتبرها بحياتنا؟ بالتأكيد لم يتغير شيء كما كنت أرى العالم من قبل أراه الآن وكانت نظرتي سوداوية للعالم ورغم ذلك هذه السوداوية ما زالت موجودة سبب مهم جدا لذلك يعني أنا منذ أن نشأت في بيئة خاصة هذه البيئة الخاصة أعطتني الكثير الكثير من الأرضية دعم أرضية الدعم طبعا التي هي عبارة عن ثقافة هامة متنوعة من مكتبة غنية جدا كنت أنا أنهل منها بالبيت؟ نعم هذه المكتبة أنا ساهمت بقسم كبير منها أيضا وهناك أيضا بعض استعارات من الكتب من أصدقاء ومن أكبار في السن أيضا في ذلك الحين يعني هذه الثقافة المعروفية هي التي تؤهل الإنسان على الأقل لأن ينظر إلى العالم نظرة مختلفة نظرة فيها الواقعية وفيها أيضا استشراف المستقبل بشكل مال لأن هذا الاستشراف كان هاجسي منذ أن كنت في سن مبكر بدك تعرف شو بده يصير بكرة نعم طيب هدول التوقعات اللون علاقة بمعرفة البكرة يعني ما نسمع توقعات بكوارد توقعات بفيضانات التوقعات بهذه الأصص هذا له علاقة بنفس يعني توقعات بفيضانات توقعات بحزات أرضية ممكن أن يكون الهزة الأرضية يمكن أن يتنبئ بها الإنسان قبل دقائق فقط ولكن هناك بعض المعطيات التي يمكن أن تجعل أن هذه الهزة يمكن أن تكون موجودة مثلا مشروع حارب الأمريكي هو مشروع مدمر للعالم هو مشروع يسمون هذا المشروع بالشفق النشط هو الشفق القضبي الموجود في منطقة ألاسكا هذا ليس طبيعيا؟ يتلاعب به يتلاعب به يصبح هو شفق عادي ولكنه يصبح شفق نشط وهذا الشفق النشط يستطيع الانتقال أيضا إلى أي أمكنة يمكن أن تحددها هذه الأعمد المنصوبة هناك والتي يزيد عددها عن ستة آلاف عمود ضخم جدا كلها يعني تعطي أمواج كهردسية شو الهدف منها؟ الهدف منها يمكن أن ينتقل هذا الشفق النشط إلى مكان معين يمكن أن ترى قبل الزلزال هناك بعض اللمعان مثلا وهذا اللي الناس بعضهم قالوا شفنا إضاءة أضوية نعم هذه الأضوية يمكن أن يكون يمكن هو يظهر الأضوية تكون موجودة ولكن بنسبة ضائلة جدا في الزلازل إذا كان هناك شفق نشط موجود يمكن أن تدمر أمريكا مناطق معينة وهذا غير يعني غريب عن أمريكا لأن أمريكا هي فعلا كما يمكن أن نقول هي التي تتلاعب البشرية منذ 300 سنة كما يمكن أن أقول يعني كأنك عم متوافق على بعض الناس اللي بتقول أنه هاي الزلازل منها طبيعية يعني قسم كبير من هاي الزلازل ليس الطبيعية وخاصة في مناطق معينة مستحمية يعني سنصل إلى شيء آخر هو المليار الذهبي المليار الذهبي ماذا يعني بالمليار الذهبي بس ما هي نظريات يعني نحن عم نحكي بنظريات هل أثبت أي شيء من هذا الكلام بالنسبة للمشروع هارب مشروع هارب أو تحريك الشفق القطبي هذا مشروع هارب هو يصبح الشفق الموجود شفق نشط هو في منطقة القطب لذلك المنطقة هادئة نسبيا وبعيدة عن الكثيرات فهي عم تتأثر بسبب وجود المشروع؟ لا يصبح نشط يستطيع هذا الشفق النشط أن ينتقل عبر الأمواج إلى مناطق معينة يعني هذا المشروع الكبير هو الذي بدأت أمريكا به منذ سنوات تحضر له وهو جزء من عملية السيطرة على العالم وتدمير بعض المناطق في العالم هذا المشروع ليس سرا الآن يمكن أن ترى الكثير عنه من المعلومات في الكتب وفي المقالات بس خضرتك بتعرف ما يتعلق مثلا بأمريكا وعلاقتها بهذه العلوم ووصولها لهذه الدرجات العالية من التقنيات أو التكنولوجيا دائما هو قيد الكتمان يعني الناس بتحكي عن مناطق محرم الدخول إلى في العالم بس ما أنا متأكدة بتحكي عنه اكتشاف مثلا آثار لحضارات سابقة أو حتى مثلا زوار كما يقال من كواكب أخرى في مناطق في الولايات المتحدة ولكن ما في اعتراف رسمي أمريكي بهذا الكلام وبالتالي يبقى كلام إعلام شو رأي حضرتك؟ يعني بالتأكيد ليس هناك اعتراف ولن يكون هناك اعتراف أولا السرية مطلوبة بشكل غير عادي بأي إنسان يخطط للمستقبل وتخطيطه للمستقبل هو تخطيط يعني ربما يكون تخطيط مدمر لأنه كما قلت قبل قليل كل ما تسعى له هذه العقول التي أخذتها أمريكا يعني نحن نعلم منذ أن كنا في المراحل الأولى للدراسة أن الإنسان عندما يريد أن يبدع يذهب إلى أمريكا أمريكا تستقطب العقول هذه العقول الموجودة في العالم كله يمكن أن ترى خليط غير عادي من الجنسيات الموجودة في كل المخابر وكل المناطق الصناعية ودوائر صنع القرار وحتى الوكالات الدولية حتى السياسيين يمكن أن ترى الكثير منهم أيضا في مراكز سلطة مهمة من أصول ليست أمريكية من أصول ليست أمريكية هذه أمريكا سيفوساء غريب يعني ولكن المخابر الموجودة المخابر الجينية مثلا هي مخابر مغلقة لا أحد يعرف ماذا يمكن أن يفعله طبعا كوفيد-19 أحد النتاج الموجود وهناك كوفيد-20 وكوفيد-21 و22 حتى الـ 24 كوفيد-19 أصاب العالم بانهيارات متتالية في مناطق كثيرة وكان هناك أيضا يعني بعض كما يمكن أن نقول التوكسين الموجود هو نوع من المحاولات أنه إيقاف هذا وكل هذه اللقاحات ليست صحيحة يعني باعتراف من كان يصنعها يعني لقاح فيزر في تصريح له من فترة قصيرة قال أن هذا اللقاح غير مفيد وربما كان أدارا مثلا يعني هي لعبة فقط لعبة من أجل الوصول إلى ما يمكن أن نقوله المليار الذهبي شو يعني المليار الذهبي؟ يعني عدد سكان العالم الآن أكثر من سبع مليارات يريدون فقط أن يكون في العالم مليار واحد من هم؟ الساسة الذين يخططون للعالم يلي هنم مين؟ المحافل الكبرى التي المحفل الماسوني الأكبر الذي هو جزء من مخططات قديمة طبعا ربما بشكل ما الصهيونية هي الحاكم الحقيقي لهذه الماسونية العظيمة يعني كما نمكن أن نقول لأنها كبيرة جدا ومتوسعة وتشمل كثير من الأمكن في العالم المليار الذهبي هو مشروع يعني مثلا خذ المثلية تشجيع المثلية أن يتزوج شاب بشاب وامرأة بامرأة مثلا هذه المثلية لا تنتج أولادا انتهينا هناك أيضا ماسك أبو الزكاة الصناعي لديه رفيقة إنسانة آلية هذه الإنسانة الآلية يمارس معها كما يمارس مع أي كائن آخر وهو يقول أن أنا أتمتع بذلك كثيرا ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه يمكن فيما بعد هذا الذكاء الصناعي يتحول إلى أناس آليين بعضهم ذكور وبعضهم أناس يمكن لأي رجل مثلا أن يتزوج أمرأة آلية مثلا أو نفس الشيء بالنسبة للمرأة الزوج لرجل آلي هذا ليس هناك أي نوع من المسؤولية ليست هناك أسر على الإطلاق يعني الوضع يبدأ بنوع من الاستقرار المليار يبقى مستقرا وربما حتى يمكن أن ينقص طبعا هذه ليست نظرية هذه حقيقة يسعى إليها هم بشكل كتير واضح شو الإثبات على أنه حقيقة؟ أنا دائما أسمح ليكون بالطرف الثاني من الرأي أنه لمن لأنه دائما وحضرتك بتعرف دكتور يربط أي شيء بيقول لك أمريكا الحكام العالم المسيطرين على الاقتصاد وناس بتقول لك كل نظريات مؤامرة كل شيء عم بيصير عم تهمه فيه في شو الدلائل الحقيقية الملموسة لهذا الكلام؟ تصريحات الكثيرة التي أطلقت أيضا حول المليار الزهبي هناك كثير من التصريحات أطلقها عتات من الكبار بالنسبة لهذا الموضوع في أمريكا أطلقوا هذا الموضوع المليار الزهبي مشهور ضعك كلمة المليار الزهبي على جوجل وترى الكثير أيضا من التعليقات وأيضا التفصيلات يعني ممكن يصير؟ يعني ممكن إذا استمر العالم بهذا الشكل أنه نوصل فعلا لنصير فقط مليار؟ يعني أنا أقول هنا أن كوفيد 19 وصناعة كوفيد كم قتل كوفيد؟ من ربما يعني بحدود عشر ملايين ملايين عشر ملايين في أمريكا على الأخص أمريكا هي كانت واحدة من الدول التي خسرت الكثير أيضا من هذا الكوفيد هذا الفيروس الخبيث الذي كان ينتشر بسرعة ويقتل الناس وهناك الهند أيضا يعني دولتان الكبيرتان بس أتزال إذا عم نحكي بمواحد مليار لازلنا عم نحكي عن فرق كبير لا ليس بالضرورة أن يأتي هذا الواحد مليار خلال العشر سنوات لا هناك سنوات معينة مرسومة بدقة يعني هناك من يرسم وهناك من ينفذ والمنفذون ينتشرون في كل العالم وأيضا يعني هذا الانتشار واضح تماما شو المرسوم؟ غير المليار شو المرسوم؟ المرسوم أولا هناك شعوب يجب أن تنقرد أن تبات وهذه حقيقة أنا لا أتكلم خيالا علميا يعني أنا أتحدث بشكل منطقي ومن قراءة معينة للواقع الموجود يعني المستقبل الذي ينتظر البشرية بشكل عام ليس مستقبلا يعني متوهجا جميلا مع الأسف لأن المشاكل كما نرى يعني أنا بكل بساطة كما قلت في البداية أنا أرى أتطلع إلى المستقبل يعني أنا قد تستغرب المسرحيات الأولى لي كتبت المسرحيات الأولى كلها كانت مسرحيات متشائمة وعرضت على المسارح عندنا القصص التي كنت أكتبها كانت بطريقة بداياتي يعني كانت متشائمة كنت أرى أحيانا بعض الإشارات السيئة عن مستقبل البشرية وأحيانا كنت أضع بالمقابل بعد التفاؤل أنه لا يمكن للإنسان أن يتعرض لمثل هذه النكسات المتتالية التي يتعرض لها فعلا يعني مثلا منذ أن حدث عضا عشر تسعة ألفين وواحد قلت أن العالم انتقل انتقال مباشر تحسوية والدول الاشتراكي ليست موجودة انهارت كلها واحدة واحدة كأنها دخل الخراب إلى داخلها وقوضها بشكل كامل لم يبقى سوى هذا البعبع الآخر الذي يكبر ويكبر ويكبر وينتفخ حتى سيطرة تقريبا على العالم بالتأكيد لا يمكن لقوة أخرى أن تجابع هذه القوة الموجودة لأن هذه القوة ببساطة مثلا كما نرى الآن يعني بعض الأفراد ربما الذين عندهم إيمان بقضية ما حاولوا أن يقهروا هذه القوة ماذا حدث أصبح هناك ردة فعل سيئة جدا اشترك فيها كل عضاء هذا التجمع وبدأوا بقصف تلك الأمكن الفقيرة يعني ليس عندهم حل آخر فقط يعني أرى أن البشرية مع الأسف يعني أنا أقول ذلك وأنا لست سعيدا بذلك لأن الإنسان يحلم دائما بمستقبل أفضل للناس يعني نحن نرى من 2001 أن هناك شيء تغير بشكل غير عادي وأنا كنت أقول من قبل هناك حدث ما سيحدث في كل كتبي وقصصي بالتسعينيات أنا أقول يعني هناك شيء ما سيحدث وهذا يصبح التغيير في طريقه للإنهيار ماذا تخفي أمريكا عن العالم بما يتعلق بمستقبل البشرية بمستقبل كوكب الأرض حتى يعني أنا لا أدخل بالتفاصيل لأن هذه أسرار من الصعب الوصول إليها بشكل مباشر ولكن يمكن للإنسان أن يقرأ ملامح هذه الملامح الموجودة تقول بكل صدق أن أنتم أيها الناس كما فعلت بمائة مليون هندي أحمر عندما أتى المهاجرون إلى أمريكا ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يأخذون الأراضي وإذا تعرضوا لقبائل هنود الحمر كانوا يقتلونها كانت لديهم كل أنواع الأسلحة أسلحة القتل وكانوا يصورون الهنود على أنهم أناس متخلفين يعني أناس متخلفين خارج إطار الحضارة هذا كانت تصوره أفلام هوليوود أفلام الكاوبويز ولكن الهنود لهم أيضا حضارات الأستك والماية والأنكة انقرضت تلك الحضارات بشكل ما وبقية الآثار ويمكن أن نرى نحن الكثير من هذه الآثار في أمريكا الجنوبية مثلا صحيح الذي حدث أن هؤلاء رعاة البقر بدأوا أيضا بتصفية الهنود الحمر مائة مليون هندي أحمر يعني هذا القتل غير مبرر كان هناك بقر البيسون كان ينتشر في كل المناطق وهذا النوع البقر نادر ليس موجود سوى بأمريكا خلال فترة قصيرة أربع ملايين يعني من الثيران والبقر بشكل عام قتل على طريق الكاوبويز كانوا يقتلون أول شيء من أجل اللحم ولكن صاروا يقتلون أيضا من أجل اللسان بعد أن فاض اللحم عن الحاجة يعني سلسلة هؤلاء الذين بدأوا ينتشرون في المناطق احتاجوا لماذا؟ احتاجوا بكل بساطة لعبيد أين أسواق العبيد؟ بدأوا يرسلون للسفن وتجار الرقيق هذا اللي عم تعملوا أمريكا تاريخيا نحن عم نحكي تاريخيا بس نحن نعرف أنه التاريخ بمفهوم ومنطق الزمن الكوني يعني نحن نحكي بمئات سنين مثلا ما يتعلق بأمريكا ولكن ما نحكي عن كوكب بأكمل وهي مئات سنين جزء من عمر كوكب ما بتغير ملامح كوكب كانت طيب أنا أسأل هنا ما سبب انهيار الاتحاد سوفياتي والمنظوم الاشتراكي؟ ما الذي سبب تمام هل نحن ما عم لا نبرق هون سياسة عم نحكي بس أنا عم بحكي عن هل هناك شيء تخفي أمريكا عن العالم بما يتعلق بمستقبل البشر أو بكوكب الأرض بحد ذاته ووجوده؟ وبالتأكيد هناك الكثير من الأسرار المخفية والكثير من الخطط التي لا نعرف عنها شيئا قد نتوقع منها شيئا يعني بأن أحيانا نتيجة غضب أحد من يملك هذا السر تراه فيما بعد يعني يدلق كل هذه الأسرار دفع واحدة أسألا يمكن أن ترى ذلك يعني ولكن لو عدنا الآن ودخلنا في أفاق المستقبل بشكل آخر يعني نتحدث عن أفكار لها علاقة بالخيال العلمي نقول أن الإنسان يعيش على الخيال الإنسان من بداية ظهوره على الأرض قبل ملايين السنين يمكن أن نقول كان الخيال هو الذي يشطح كثيرا عنده بدأ هذا الخيال فيما بعد يحاول من خلال خياله أن يفعل شيئا مفيدا له بدأت الابتكارات بالتدريج وهكذا عبر العصور الموجودة بعد أن كان يعيش على الأشجار وفي الكهوف أصبح يبني المدن بعد أن تعرف على الزراعة يبني القرى الصغيرة قرب الأنهار فيما بعد كبرت هذه القرى أصبحت مدن تعرف على الحديد تعرف على أصبح هناك مركبات تسير على عجلات إلى آخرية التطور بدأ هذا التطور سمرة فترة طويلة من الزمن ولكن نستطيع أن نقول أن البشرية مفتاح البشرية موجود في بلاد الشام وبلاد ما بين النهرين ومصر شو يعني؟ يعني بدء البشرية الحقيقية تطور البشر الحقيقي بدأ في هذه الأرض وهذه الأرض الموجودة مع الأسف يعني نمكن أن نقول 12 ألف سنة من الحضارات المتعاقبة الأبجدية ظهرت هنا كل أنواع الهندسات التي تتصورها ظهرت هنا عندما أتى المحتلون إلى هذه المناطق وفرضوا السيطرة كانوا يعرفون أن هذه العقول الموجودة أن أؤلاء الناس الذين يتواجدون في هذه الأرض يمكن أن يقدموا لهم خدمات جديدة بسبب العقل المنفتح لديهم ومع الأسف يعني لو عدنا بالذاكرة يمكن أن نقرأ الكثير من الأسفار عن الملاحم من قلقامش إلى غيره هناك الكثير من الأسفار الموجودة عندنا ونحن مع الأسف يعني هناك نوع من القصور الكبير في الاهتمام بالتراث بشكل عام يعني الآن الشباب لو نوع من التعريش إلى الزمانين مثلا لا ترى الكثير من الناس وخاصة الشبان يعني لا يهتمون بالماضي كثيرا لأن الجيل الأتمت الجيل الميديا طغى عليه المعلومة التي يمكن أن تنقله إلى العمل تنقله إلى الراتب الجيد إلى مكان يمكن أن يكون فيه يعني مستقبل أفضل أي مستقبل أفضل لذلك ترى الهجرات الكثيرة جدا التي أصبحت للشباب عندنا إلى الخارج سيئل علاقة كمان بالظروف الاقتصادية بالواقع المعيشي بالتراجع الخدمات طبعا طبعا أكيد هذا الكلام السليم يعني لسان من تكوينه يبحث عن الأفضل فالهجرات كانت هي أسباب من بدء البشرية حتى في العصر الروماني كانت هناك هجرات أيضا من سوريا إلى مناطق تاني إلى روما وهناك يعني ضعش أمبراطور من أصل سوري ويمكن إذا تحدثنا عن تلك المرحلة نقول أن كان الرومان يسيطرون بالقوة ولكن أيضا كانوا يستفيدون من عقلية السوري الذي يتواجد هنا أبلودور الدمشق مثلا كان صديقا لترايانوس الأمبراطور الموجود يعني وأصبح هو الفنان الأول عنده ماذا فعل أبلودور الدمشقي فعل الكثير من الآثار الهائلة بالنسبة له حتى يقول عنه المؤرخون أن أبلودور بنى عمائر في كل الأرض يعني في روما مثلا هناك البنثيون البنثيون يقال أن مجمع الأرباب يعني هناك البنثيون ضخم جدا هناك فتحة كبيرة في السقف هذه الفتحة يمكن خلال الليل أن ترى نجوم السماء منها وعندما يهطل المطر لا تسقط قطرة من هذه الفتحة إلى داخل أبدا يعني صممها أبلودور بطريقة غير عادية مثلا أشياء كثيرة عن أبلودور الدمشقي هناك أيضا فيلسوف آخر هو اللقيانوس السوري اللقيان السوري السميساطي السميساط السورية التي هي على نهر الفراد كانت مدينة الحكمة والمعرفة هناك أنطاقية بعد سميساط سميساط طبعا على نهر الفراد وهي مع تركيا الآن ربما قبل ذلك لا أدري الأثار بدلنا على أشياء نحنا ما منعرفها؟ بالتأكيد يعني أكبر من من اللي عرفنا؟ بالتأكيد أولا تركوا رقيمات مثلا هذه الرقيمات عليها أشعار عليها قصص من التاريخ مثلا يمكن أن تكون مجلدات لها علاقة بكتابة التاريخ القديم يعني بعض الأحيان نحن نحمل هذا كثيرا يعني مثلا أنا أتذكر أن قبل السنوات مثلا دخلت المياه إلى مستودع للرقيمات وغمرته وانتهى يعني هناك بعض الأمور يعني يقول الإنسان دائما لو كان هناك أكثر ارتباط بالماضي الارتباط بالماضي هذا جزء أيضا من كينونة الإنسان الإنسان له ماضي ليس بالضرورة ماضية أنا هناك ماضي للناس الذين عاشوا قبلي أيضا هو لو خلال آلاف السنوات كما أيضا نهتم بالماضي نهتم أيضا بالمستقبل يعني نحن الآن بشكل عام بالوطن العربي نحن الآن نمر بمرحلة شديدة التعقيد مع الأسف ولكن هل نستطيع أن نرى أن هناك مستقبلا قد يكون ممكن أن يكون مثلا مريحا لنا أنا بالنسبة لي لا أعتقد ذلك وسبب ذلك ربما يعود لبعض القراءات الاستشرافية سؤالت لك هذه القراءات قبل ما أخذ فاصل القراءات يعني أرى أن مع الأسف هناك نوع من يعني الانحسار لفكرة الشعور بالقوة انحسار الشعور بأن هذا العقل اللماع الذي فرض نفسه منذ آلاف السنين حتى الآن يعني ترى مثلا تدمر أثار الموجودة ليس في تدمر في كل المناطق الموجودة بأفامية بكل المناطق الموجودة هناك أثار كثيرة هامي جدا تنبئ عن تراث داخر أيضا كما يمكن أن نقول لدينا كنوز بس عم بسألك عن المستقبل شو عم تشوف تلي في شي يعني شايفه من استشرافك أنا أقول أنا أقول أن الوضع سيزدهب تعقيدا لا أستطيع أن أقول غير ذلك في المستقبل الوضع معقد أنا لا لست منجما بالتأكيد ولكن نوع من القراءة التي تستند على وقاعة علمية بشكل ما يعني أنا هناك تنجيم وعلم الهيئة والنجوم علم الهيئة وعلم الفلك وعلم النجوم وعلم المنجمون هل العلوم حقيقية أم تنطبق عليها عبارة علوم زائفة لأنه هذا دائما كمان مختلف عليه علم الهيئة هو علم حقيقي علم الهيئة هو الذي قدم ابن الشاطر الدمشقي الذي قال بمسارات الكواكب وقال بأن هذه الكواكب تدور حول الشمس قبل كوبرنيكوس ربما بثلاثمائة أربعمائة سنة وفي كوبرنيكوس فيما بعد أتى وقال أن هذه الكواكب تدور حول الشمس هو دون أن يدري قالها قبله أيضا ابن الشاطر ولكن نحن لا نذكر ابن الشاطر في كتبنا المدرسية نذكر كوبرنيكوس أيضا فيما يمكن أن نقول الفلك يختلف عن تنجيم لذلك فصله العرب كان اسمه من قبل علم الهيئة والنجوم فصله وأصبح علم الهيئة والفلك وعلم النجوم يعني علم الفلك حقيقي علم الفلك بالتأكيد حقيقي ربط المسارات والكواكب بالإنسان وبمستقبله وبمزاجه وهذا غير حقيقي؟ يعني أنا أقول أن الإنسان من قبل دائما يفكر كيف يمكن أن يحل مشاكله حل المشاكل يمكن أن يأتي عن طريق من الجمة يقرأ له الطالع بطريقة ما هذا منذ القديم يعني الإنسان دائما يعني يتعلق بس هي علوق قراءة الطالع بالكف وبالفنجان وبالنجوم وبالتبصير وبإسم الأم هذا كله شو؟ يعني أنا بالنسبة لي يعني لا أستطيع أن أقول كلمة ألغي هذا لا أستطيع أن ألغي هذا الإنسان كما قلت يعني يحتاج لنوع من الخيال بس هو الخيال ولا في منه حقيقة؟ يعني أنا بدي أعرف منها شو اللي ممكن يكون حقيقي شو اللي ممكن يكون مزيف ومجرد تسلي لا بصمة الأصبع تنبيع عن الشخص البصمة؟ طبعا أي يعني تنبيع عن الشخص بس بتعطيك عن مستقبله مثلا؟ لا فقط هي تعطي ملامح الشخص هذا ليشخص معين وهذه البصمة يختلف عن بصمة أخرى طيب البصمة الجينية تكون أدق هذا شيء تاني طيب أيضا هناك بعض الخطوط في اليد مثلا يمكن أن تكون أيضا مختلفة ويمكن أن تكون متشابهة مع غيرها مثلا بس هذا عن شو ينبئ؟ أنا لم أدخل في هذا المجال ولا أن أدخل لأني لا أريد أن أثير حفظة أحد يعني وأرجو بس أنت باحث وعالم أنا باحث ولكن هذه أشياء أترك الناس يقومون بها لست أنا لا أستطيع أن أخذ بس يعني حاسس أنك ما بتنفيها بالمطلق يعني مو شغلة ما بنفيها بالمطلق كما قلت لك قبل خليل بسألك عندما يغرق الإنسان في البحث وبيكون العلم هو جزء أساسي من بحثه بصير عنده مشكلة عندما يتعارض العلم مع شئ له علاقة باللا مادي باللا محسوس ولكن هو بشكل ما بيأثر عليه يعني بصير فيه أوقات تضارب بين العلم والمورائيات بين العلم والنظرية اللي ما أنا مصبتة ولكن هي قد تكون حقيقية بتعيش هذا الصراع أحيانا؟ لا أنا ما بعيش الصراع يعني أنا قادر تجمع الاثنين؟ لا أنا قادر إجمع الاثنين لأنه حتى الحلم بالنسبة لي له دلالاته بالنسبة لي طبعاً ربما يذكرنا بشيء قديم أهملناه ربما يذكرنا بشيء مستقبلي مثلاً ربما يذكرنا الحلم بنوع من الناس الذين نسيناهم دون أن ندري ويجب أن نتذكرهم يعني هذا يختلف بس أنا بالنسبة لي أنا إنسان واقعي وفي بنفس الوقت لا أستطيع أن ألغي هذه الشريحة من الناس لسبب مهم جداً هذه الشريحة لم أدخل في تفاصيلها حتى ألغيها أولاً وهذا الدخول في التفاصيل سيستهلك مني جهداً كبيراً ولا أريد ذلك أنا بالنسبة لي أنا أنظر إلى المستقبل بشكل آخر ربما بالصبصار معين له علاقة بالعقل تعلم أن الإنسان مشبول على العقل والمتعة كلما كانت المتعة كثيرة في حياته كلما أخطأ كثيراً وأخطأ بحق الآخرين أيضاً يعني لا تجد أي ملياردير مثلاً من المليونير أي إنسان لديه الكثير من المال والجاه وإلى آخره لا يمكن أن يكون هذا الجاه والمال إلا على رقاب الآخرين مع الأسف بس هذا تعميم يعني أنا أعمم أنا لم أخصص شيئاً أقول ذلك وهي المتعة يعني المتعة أن يكون لك حاشية كبيرة ربما أغلبهم من المنافقين مثلاً ولكن تحب أن يطربك هؤلاء أيضاً ربما يكون لدينا مثلاً بشكل ما أناس يهتمون بالعقل يقدمون الكثير من الإنجازات العقلية في العلم والمعرفة إلى آخره يعني هناك نوع ليس تناقضاً البشرية يعني بنيات البشرية على المتعة والعقل دكتور طالب الأفلام ترين أحياناً أحياناً ما نريد أن نشاهده عن المستقبل وأحياناً ما نخاف من مشاهدته والأفلام عم تتطور مع تطور الزمن يعني اللي كنا نشوفه هيك بداية وصحن طائر بالأفلام القديمة سنعم نشوفه اليوم شيء أهم وأكبر منه هل بعض ما يقدم في أفلام الخيال العلمي حقيقي؟ ومثل شو؟ يعني لو عدنا قليلاً إلى الوراء من كتب الخيال العلمي؟ من كان من رواد الخيال العلمي في العالم؟ هناك شخصاً جول فيرن ثم هيربيرت جورج ويلز أو أت جي ويلز جول فيرن كاتب فرنسي كتب الكثير من المغامرات الممتعة التي لها علاقة بالخيال العلمي يعني مثلاً عشرين ألف فرسق تحت الماء كتب الجزيرة المفقودة مثلاً هناك الكثير من الروايات له وهي روايات شيقة طبعاً ولكن تعتمد أسلوب المغامرة بينما ويلز كان جاداً في طرح كل المعايير التي يمكن أن يمر بها الإنسان في المستقبل والذي قد ترهقه وتضعه أيضاً في أماكن لا يجب للبشرية أن تأتي إليها مثلاً أماكن صعبة مظلمة يعني كتب آلة الزمان هي أجمل رواية الخيال العلمي على الإطلاق انتقل إلى أزمني معينة حتى يرى انقراض البشر فيما بعد على هذه الأرض كتب الكثير من الروايات التي له علاقة بالمستقبل الإنسان وهو خائف على المستقبل البشري يكتب دائماً أنه يمكن أن يحدث شيء ما للبشرية في العقد القادم لدرجة أن الرئيس الأمريكي عام 2014 أحضره ويوبخه وقال له لماذا أنت متشائم وخرج ممتقع الوجه من هناك ولكنه لم يهدأ على الإطلاق عن الكتابة حتى كتب عن القمبل الزرية التي يمكن أن تهلك الكثير وأيضاً في بعض الروايات كتب الكثير حتى عن الاستنساق عن أشياء كثيرة ويلز يعني بكل بساطة أقول لك أنه أفضل كتاب الخيال العلمي على الإطلاق لأن الإنسان كان عمه الأول شو اللي بالخيال العلمي هو حقيقي ليس خيال؟ الخيال الذي يستند على العلم الحقيقي الواقعي الذي يمكن أن يتطور خلال فترة سنتين أو ثلاث سنوات أو خمس سنوات ويضع الإنسان فكرة ما أن هذه الرواية تحكي عن هذا التطور هذا خيال واقعي الخيال العلمي كلما بعود الزمن كلما أصبح المستقبل أكثر رموضاً يعني عندما نتنبأ أن نقول أن بعد عشر سنوات يمكن أن يحدث كذا وكذا يعني هذا يمكن أن يحدث فعلاً ولكن عندما نقول بعد خمسين سنين حتى لا ندري شيئاً لن نعيش حتى هذه المرحلة في حياتنا يعني سنرى أشياء غير منطقية أحياناً من الأمور اللي نشوفها بالأفلام أو بالروايات أنه مثلاً نهاية البشرية قد تكون نتيجة غزو فضائي من حضارات أخرى من كواكب أخرى وحتى في ناس بترؤى أبعد من هيك وتقول لك لا أمريكا عندها الأدلة أصلاً أنه هذا الأرض تمت زيارتها من قبل من إنسان من حضارات أخرى أو من مخلوقات من كواكب أخرى أديش هذا الكلام ترفيق يعني يمكن أن يكون هناك زيارات لنا ولكن هذه الزيارات لم تكن عدوانية يعني ربما حدث خطأ تقني للمركبة التي يكون فيها رائد الفضاء القادم من الخارج من الكوكب آخر سقط على الأرض وتفحم مثلاً لم يستطع أن يقي نفسه من الخطر فانتهى يمكن أن يكون هذا حدث ولكن أن تأتي كائنات أخرى لتستكشف الأرض بشكل عدواني أنا لا أعتقد ذلك لسبب مهم جداً أي حضارة كونية إذا اتفقنا على هذا المصطلح يعني أن يأتي ليس غزات زوار من كواكب أخرى هؤلاء الزوار يأتون إلينا ربما تكون تقنيتهم بالتأكيد متطورة عنها لأنهم وصلوا إلينا هؤلاء لا يمكن أن يكونوا عدوانيين لسبب مهم جداً عندما تخرج سفينة من كوكب حضاري لتستكشف الاستكشاف ليس على طريقة الاستكشاف بقتل الشخص الذي وصلنا إليه ليس بمنطقة الغزو بمنطقة كما أبيد الملايين الهنود الحمر لا هذا يأتي إلى هنا ليستكشف ربما يريد أن يتعرف ولكنه لن يكون عدوانياً إلا إذا هجم في أدلة على هذا الكلام؟ أدلة حقيقية غير اللي نحكي عنا بالأفلام؟ يعني هي أدلة عقلية يمكن أن تقول لا يعني ضمن المنطق العقلي بس العلم بيعترف بالملموس بالنسبة للملموس يعني لم نجد حتى الآن أن هناك زوارة من الفضاء الخارجي دخلوا إلى الأرض واستوطنوا فيها إلى آخره لا بس ما بقي من آثار هي حقيقية أنه فيه فعلاً بالأزمين السابقة زيارات ل طبعاً في مناطق في الأستيك والماية هناك حلبات وهناك أيضاً وجوه أيضاً مرسومة لغزو فضائي ولكن ليس هناك دمار يعني هناك زوار أتوا وخرجوا وهناك أدلة في الآثار معنا هذا شيء قديم يعني طبعاً بالتأكيد ربما يكون قديما ممكن تكون مستمرة لها ممكن بعض الناس بيقولوا لك شو هيت كذا؟ شو هيت كذا؟ لا ممكن ممكن يكون موجود لسبب معين أنه مثلاً عندما يأتي زائر من كوكب آخر إلى هذه الأرض هذا الزائر يكون مسلحاً بالتقنية أكبر بكثير مما يملكه الأرضيون بالتأكيد هذه التقنية يستطيع من خلال هذه التقنية أن يفهم الآخر أكثر ما يفهمه الآخر على قصود الغريب الذي هو يأتي من الخارج علاقته مع الأرض يستطيع أيضاً أن يستكشف التقنية الموجودة وهذه التقنية بالتأكيد هو متطور عنها لأنه وصل إلينا مثلاً ولكنه لا يمكن أن يكون عدوانياً يعني أنا أقول أن في هوليود الكثير من الأفلام التي بنيت على غزاة من العالم الخارجي وهذه الغزوات التي أتت إلينا كانت تريد أن تدمر ولكننا نحن بتقنيتنا الكبيرة دمرنا انتصرنا عليها هذه فرضية أنا بالنسبة لي لا أستطيع أن أؤمن بها لسبب أن أقول عندما يأتي الآخر إليك زائراً ليستكشفك ربما يريد السلام معك يريد أن يستكشف فقط هل أنه كان يوم يكون في تواصل بين الأرضيين والفضائيين هذا الشيء يعني يعني بالتأكيد أنا مثلاً في بعض الروايات أكتب دائماً أن البشرية وصلت إلى مرحلة صعبة جداً هناك قهر هناك بؤس هناك كل أنواع القتل المبرمج إلى آخره يأتي ناس من حضارات أخرى ويكون لهم القدرة على أنهم يستطيعون إخفاء أنفسهم طبعاً عملية إخفاء النفس يعني عن طريق التقنية ممكن أن يصل إليها الإنسان يعني هذه عادية يختفون ويحاولون مساعدة البشر حتى يستعيدوا يعني بعضاً من طاقاتهم في التمرد على هؤلاء الذين يقلونهم يعني أنا دائماً أعتقد أن رسل الفضاء الذين يأتون إلينا يحاولون بشكل ما أن كيف أشكالهم هالرسل؟ ربما يكونوا شبيهين بالبشر يعني يعني أعتقد ذلك يعني ربما كانوا مثل البشر يعني حضرتك بتقول أنه هناك كائنات أو مخلوقات في خارج هذا الكوكب لسنا لوحدنا في الكون بالتأكيد أنا أعتقد بذلك تماماً لأنه الإنسان موجود على كوكب صغير هذا الكوكب يدور حوله نجم صغير أيضاً أو متوسط الحجم الكواكب الموجودة حتى الآن نحن لا نعرف إن كان هناك حياة عليها أو لا ربما كانت هناك حياة ولكن لم نستطيع أن نستكشفها حتى الآن ربما خارج هذه المجموعة الشمسية وهناك كواكب شبيهة بالأرض ربما تصل ليصل أعدادها ضمن المجرة الضخمة التي نعيش فيها إلى أكثر من على الأقل يعني احتمال أن يكون أكثر من مليون كوكب شبيه بالأرض يعني مع أنه شبيه بالأرض يدور في ثالث الكواكب بعداً عن شمس أو نجم مثل شمسنا مثل شمسنا يعني يمكن ببساطة أن يكون هناك حياة يعني كما ولدت الحياة هنا ولدت الحياة كمان فيه 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 بالمجموعة الشمسية أي أثار لوجود أي كائن لا فيه هناك مثلاً بالمريخ في عام 1986 المركبة الأمريكية صورت هرمان هناك اقتربت من المريخ وصورت هرمان هذا الهرم الوجه يشبه نياندرتالي الإنسان نياندرتالي الإنسان نياندرتالي وأنا أختلف مع الذين يقولون أن العرق الروماني هو العرق الأصفى عقلياً والعرق نياندرتالي كان متخلفاً وشح له للناس في أصدارك وهذا ليس صحيحاً لأن نياندرتالي كانوا متطورون كانوا متطورون ما الفرق بينهم؟ كانوا عمالقة العرق الروماني مثلنا نفس القامة وهذلك انقرضوا؟ اختفوا اختفوا؟ كانوا موجودين على الأرض ولم يتركوا أثار لألون؟ لا هناك أثار ولكن ليس هناك مثلاً من مدافن لهم أو غير ذلك يعني لم يستطع الباحثون في التاريخ أن يصلوا إلى معناته كيف افترد وجودهم أصلاً؟ عن طريق الرسومات الموجودة عن طريق الحكايات الموجودة على الرقيمات وغير ذلك كانوا ناس عمالقة يعني مثلاً حتى بزمن موسى كان يقال أن موسى عليه السلام أن هناك عواج ابن عناق الذي كان طويلاً جداً كان عملاقاً ويرون عنه أيضاً كثير من هذه القصص بس كيف ممكن نفسر وجود شيء يشبه الإنسان الذي تتصدل فيه على المريخ؟ قلت أن هذا الوجه شبيه بوجه النياندرتال الذي نحفظه في التاريخ هذا الوجه طوله بـ 1800 متر وعرضه 800 متر وهو يشبه وجه نياندرتال وعلى بعد أيضاً نحو 1600 متر و 1600 متر بشكل مثلث متوازل أضلاء هناك قلعة وهناك آثار لمدينة على المريخ على المريخ؟ لذلك قالوا أن ربما يكون النياندرتاليون قد وصلوا إلى المريخ بشكل ما أنا في رواية لي في اسمها كنوز الأعماق أقول نفس الكلام الرواية تقول بشكل سريع جداً يعني أن هناك قوى عزمة في عام 2070 تريد أن تحفر ضمن الأرض في منطقة هشة حتى تصل إلى ينابيع النفط وينابيع الغاز وينابيع كل شيء يعني تصل إلى أهمق العماق فتستخرج هذه من كل أمكنة اختارت المنطقة في القدب الشمالي القدب الشمالي كما تعلم هو جليت بينما القارة القدبية الجنوبية هي يابسة الحفر في منطقة القدب الشمالي أسهل من الحفر في مناطق أخرى لذلك في عام 2070 أحضروا الكثير من التقنيات من أجل الوصول إلى أعمق الأعماق اصطدموا بمنطقة وبدأت تظهر لهم أشكال هذه الأشكال هي بقايا إنسان يندرتال الذي دخل إلى مناطق في جوف الأرض وكما نعلم الإنسان عندما يلجأ إلى الأماكن العميقة أو الكهوف بطريقة ما وينام لا يشعر بالوقت لأن الأكسجين لا يكون متوفرة تحكي قصة بتشبه قصة أهل الكهف وبتشبه ما يقال عن وجود مثلا أقوام موجودة في مكانه ونحن ما بنعرف عنها شيء صح هذه كمان أنا تطرقت إليها أكثر من مرة ولكن أقول عن نياندرتالين حكوا لهؤلاء الذين قابلوهم وكانوا معهم طبعا من الناس الذين كانوا يعملون مع تلك القوة التي تريد أن تحفر إلى الداخل ونحن نحكي رواية هلأ شباب مو معلومات بعد ذلك حكوا أن جزء كبير منهم صعد إلى المريخ ولما كان المريخ غير جاهز لاستقبالهم لم يقضوا عليه سوى بضع سنوات ثم انتقلوا إلى أماكن أخرى وتركوا هذه البصمة على المريخ هذا أنا استفدت من هذه البصمة وبنيت عليها الرواية من الرواية شو في ملامح من الرواية قد يكون حقيقي ماذا عن وجود فعلا الناس بتقولك الأرض ممكن يكون في ناس عايشة في جوف الأرض في باطن الأرض يعني لا أستطيع على الإطلاق أن أرفض هذه الفكرة يعني ربما كانت هناك كائنات موجودة طبعا بعيدة عن النور تعيش في الظلمة ربما حدثت أو أحدثت لها تطور ما هذا التطور جعلها أيضا تتأقلم وأقول الذي يعيش في الباطن الأرض ربما تمر عليه سنوات سريعة دون أن ينتبه يعني يستطيع أن يعيش أكثر لو وجدنا أحد في داخل الأرض الآن واستطعنا أن نستحب هذا الشخص إلى سطح الأرض قد يكون عمره طويلا أكثر منا لأن في باطن الأرض يعني الزمان مختلف بس في مقاومات حياة؟ يمكن أن تكون هناك مقاومات حياة إذا كان الإنسان متطورا يستطيع أن يعني شو اللي بنتفعه إلى البقاء داخل الأرض إذا كان متطور هالأد؟ ربما كما قلت في بعض الروايات حدثت حرب نووية بشكل ما على الأرض فانطروا إلى الإختفاء في الداخل بشكل ما وظلوا هناك وهم لا يشعرون بمرور الزمن بعد أن تغير الزمن على سطح الأرض طيب دكتور قديش الحديث عن القوى الخفية أو حديث عن الطاقات الحديث عن الحواس المتطورة اللي ممكن يتميز بها في بعض البشر أكثر من غيرهم تسمى حاسساتها تسمى أبعد من ذلك دي ممكن أيضا قد يعني يكون فيها شيء من الحقيقة الإنسان خلايا الدماغ هو لا يستطيع أن يتصرف بهذه الخلايا يعني نحن نستخدم عشر الخلايا فقط خلايا الدماغ ربما كان هناك خلايا غافلة الإنسان ربما بطريقة ما هذه الخلايا فتحت عنده يستطيع أيضا يزداد القوة تزداد القدرات نعم قدرات هذه القدرات يستطيع من خلالها أيضا أن يقوم بأشياء تبدو للآخرين أنها مستحيلة مثلا يعني تثوير الطاقات الكامنة عند الإنسان يمكن أن تنتج أيضا طاقات واضحة للناس أنها طاقات متفوقة يعني مثلا الإنسان لديه طاقات كامنة كثيرة وهو لا يستخدم كما قلت سوى عشر خلايا دماغه الخلايا الغافلة الأخرى لو استخدمها لأصبح سوبر عقل لا يستطيع طبعا لأن الإنسان محكوم أيضا أنك لديك هذه الحياة حاولوا طبعا عن طريق التجارب أن يثيروا هذه فكانت النتيجة أن مات الذي تجرى عليه التجارب يعني الإنسان محكوم بشكل ما ولكن يستطيع أن يطول قدراته هذا التطور يأتي من عدة نواحي النواحي النواحي الأولى أولا أن لا يفسد جسمه لا يفسد عقله فساد الجسم والعقل يكون عن طريق ماذا يعني مثلا الإنسان يصاب بأمراض القلب يصاب بأمراض كثيرة هذه الأمراض تأتي أحيانا من جنوحه نحو المتعة دون أن ينتبه يعني مثلا هذا الجنوح نحو المتعة قد يهدم هذه الخلايا ويؤثر على الدماغ بشكل ما يعني أحيانا ترى شخصا وتستغرب أنه يتصرف رغم أنه يملك الكثير مثلا يتصرف تصرفات غير مقبولة أبدا في عرفك مثلا أو في عرفك وتجد أن سبب ذلك هو الإفساد الذي طرأ عليه هذا الإفساد نتج عن طريق حضرتك بتقول اليوم كل ما يدخل إلى جسمنا كل ما نسمع كل ما نرى كل ما نشاهد كل ما نأكل كله بأثر على هذا الجسم بما في ذلك هذا الدماغ بما في ذلك قدراتي بما في ذلك فبالتالي أنا حتى أكون قادر على التطور وإني حفز هاي الأماكن بدي أكون أول شيء محصن مني مخترق داخليا صح؟ بس في شيء مهم جدا هون يعني أنا لا أقول أنه يجب أن تأكل الغذاء الكافي لك حتى تعيش جيدا لا هناك أناس فقراء وهذا الفقر خرج منه الكثير من المتفوقين يعني يمكن أن ترى مثلا شخصا ربما يتقدم في السن لا يأكل سوى القليل ويعيش على الماء وكسرة الخبز ربما قد يقول لك أي طبيب هذا يجب أن لا يعيش لأنه لا يأكل شيئا من المادل الضروري له ولكن قد ترى هذا الشخص يشف بشكل ما يستطيع بشكل ما أن يقوم بأشياء أنت لا تستطيع أن تصدقها مثلا هاي الخوى الخفية ليس من الضرورة مثل مثلا ما نشاهد في شرق آسيا من المرورة نعم نعم يعني هذا الحالي من الزهد والصيام النظام الحياتي اللي يخليون يعيشوا طريقة تانية نظام حياة مختلف لدرجة في بعض بيقول لك أنا قادر سيطر على جسمي بالكامل في ناس بيقول لك بطير مثلا نعم يعني أنا بكل بساطة عشت هذه التجارب عندما كنت في الهند أنا قضيت في الهند ست سنوات يعني أنا مثلا رأيت كيف الإنسان يمكن أن يدفن في تحت الأرض لفترة مثلا زادت عن الأسبوع وعندما أخرجوه بدأ يتنفس وعاد إلى حياته الطبيعية طبقا منطقيا الإنسان هذا الإنسان لا يتنفس أكسوجين في داخل هذا الصندوق الذي حبز فيه وإذا كان فيه نوع من الأكسوجين سينتهي خلال فترة أيضا ما الذي يجعل شخص مثلا يهبط إلى عمق البركة ويبقى مثلا ربع ساعة نص ساعة تحت دون أن يتنفس وهو ليست لديه شيء شفت حدا من اللي بيطيره؟ نعم بيطيره العادة؟ نعم هي فكرة تقوم على الشكل التالي يعني يضعون عدة عصي هنا ويضعون فوق العصي يعني وشاح ضخم يغطي كل شيء هم يصعدون تجد أن هناك شخصا يرتفع ولكن لا تجد شيء عنه طبعا في إحدى التجارب اكتشفت البعض أنهم يقومون بها بشكل يعني نوع من الخدعة الخدعة ولكن هناك عندما كنت أنا مثلا في منطقة قرب دلهي قلعة دلهي الريدفورد هناك يعني رفعت لم أجد شيئا ولكن في بعض الأمكنة عندما رفعت أجد أنه يستند هو على عكازين ويبدو كأنه هذا تحدي لقوانين الفيزياء كيف يصبح يعني هو بالنسبة له هو تعلم ذلك من والده وهذا الوالد تعلم عن والده وهذا نوع من ولكن كما يقول هو أنه عندما أيضا تأتي إلى شخص وتضع يديك فوقه بشكل ما بشكل معين يمكن ببساطة أن تفرغ الطاقة يستطيع أن ترفع هذا الشخص بشكل ما تؤمن بهذا الموضوع مسارات الطاقة ووجودة بالجسم والناس بالتأكيد هذه موجودة الطاقة موجودة بالتأكيد ويستطيع الإنسان أيضا أن يدير هذه الطاقة ولكن ليس كل الإنسان يستطيع أن يفعل ذلك هناك يعني يقول لك كنت في معرض في ذله في زمن ما في الثمانينات يعني كان مرافقي مهندسا ومعه زوجته يتجولون معي ويعرفوني هنا وهنا وهنا كان شخص مثلا يقف ست ساعات دون أن يتحرك أو واحد مثلا يقف على رجل واحد يدي ويحمل شيئا ثقيلا بيدي في المعرض سألت أنا المهندس قلت لهول أليست لديكم أولاد؟ قال نحن متزوجون منذ أربعة عشر عاما ولم ونحن الزواج لدينا دون لمس طب لماذا هذا الزواج هذا الزواج ديني كيف بالنسبة لدينه ونحن الآن نرافق الزواج من أجل ذلك طبعا أنا استغربت هذا الموضوع فيما بعد بدأ يحكي عن طريق التثبير الطاقة يعني أن البعض يشرب الماء فقط لفترة طويلة وهذه أيضا انطبقت مع ما رأيته فيما بعد في حوالي في سنة 1888 كنت هنا وكنت أدرس في الجامعة أيضا تعرفت على صبية من كازاخستان أخذت زوجة أحد الأصدقاء الذي درس هناك في الاتحال السوفيتي كانت تلك الفتاة أيضا تتمتع بقدرة غير عادية قالت لي أنا منذ خمسة عشر يوما لم أزق سوى الماء طب كيف تعيشين بدأت تتكلم أن الإنسان عندما ينظف جسمه من كل السموم يستطيع أن يقوم بأشياء خارقة مثلا أنا عندما ذهبت إليها وكان معي شخص آخر يعني كنت متعبا يعني يعطي مثلا ست ساعات بالجامعة وجيت لعندها بشكل ما وضعت يدها فوقي حسس يعني تعني أنا كل التعب راح كيف تقومين بذلك حكت كثيرا عن عملية الطاقة وكيف الإنسان يستطيع أن يزيل شوارد الطاقة السلبية من الشخص وهكذا يعني يعني هناك الكثير من الأسرار الإنسان إذا أراد أن يدخل فيها يعني يحتاج إلى الكثير أيضا من الجهد من أجل القراءة من أجل التطبيق دكتور طالب المعرفة بتخوف كل ما زادت معرفة الإنسان كل ما ما بتخوف لا ما بتخوف يعني المعرفة كلما زدت معرفة كلما استطعت أن تصل إلى فهم الآخر طيب بتعب المعرفة لا ما بتعب كلما زدت معرفة كما قلت تستطيع أن ترى الآخر بشكل أوضح وأيضا تستطيع أيضا أن تمارس دورك دون أن تؤذي الآخر هذا مهم جدا يعني الإنسان العاقل الذي يصل إلى معرفة ربما يمكن أن نسميها إلى الحكمة مثلا هذه الحكمة غير مدمرة لا يمكن لحكمة ما أن تكون مدمرة وإلا أصبحت شيئا آخر ده بتشوف دكتور طالب اليوم البحث العلمي يليق إذا بدك بشبابنا يعني عم يقدم فرص لألون هل عم يدفع الشباب نحو البحث العلمي نحو العلوم بشكل عام نحو التطور أم أنه اللي عم ناخده من العلم هو ما يقدم لنا أو ما تقدم لنا بالأحرى مواقع التواصل الاجتماعي ونكتفي فيه والقل القليل اللي بتبدأ بحث جاد المشكلة لدينا نحن نعيش في عصر الأتمته عصر الميديا هذا العصر لغى شيئا كثيرا وكبيرا أيضا في حياة الإنسان هو القراءة أولا كل المكتبات التي يمكن أن كنت تراها من قبل الآن حتى الناس الذين يعيشون في داخل هذه البيوت التي تملك الكتب لا يريدون هذه الكتب تجدها على الأرصفة أو تجدها أهديات إلى مكتبات أو مراكز ثقافية معينة القراءة ليست كما كانت من قبل تستطيع أن تقرأ بعض الأجزاء من شيء معين لكن لا تستطيع أن تقرأ كتابا لماذا لا ترى مثلا هذا الكتاب مصورا في سلسلة على نتفليكس أو غيرها مثلا مثلا ولكن أنت لا تقرأ القراءة أصبحت الآن شيئا بعيدا عن الشبان أو هذه الأجيال التي تصدر يعني أنا دائما أحاول بطريقة ما أن أنبه طلابي اقرأوا القراءة اقرأوا من الكتب الكتاب رفيق وليس كلابتوب مثلا أو غيره الكتاب يمكن أن تتجع وتقرأ الكتاب بشوخ معين مثلا وأنت تستكشف الكتاب هو جزء من مرحلة استكشاف حتى ولو كانت رواية ولكن يجب أن تنتقي الروايات الصحيحة وليست الروايات التي تعتمد على الميل الدراما وغيرها مثلا يجب أن تقتني كتابا أو تقرأ كتابا له علاقة بالحياة الحاضرة بالعلم الحاضر بآفاق المستقبل كما يمكن أن نقول يعني أنا أقول بكل بساطة الإنسان عندما فقد القراءة في الكتاب وهذا ما يحصل في كل العالم تقريبا ليس كل العالم لأنه بالتأكيد هناك مناطق وفي شعوب مشهورة بأن الكتاب رفيق مواطنها طبعا يعني أنا عندما مثلا تسافر إلى بلد ما تجد في المترو تجد في محطات المترو تجد في القطار يقرأون الكتب وبكل بساطة يعني تجد أن أغلب الموجودين فإذا القراءة بالدرجة الأولى هي مفتاح أساسي للبحث مفتاح أساسي للعقل للعقل نعم هل ختاما دكتور طالب هل شبابنا هو أيضا مقصر أم هذا هو المتاح أمامه؟ يعني مع الأسف هذا هو المتاح أمامهم يعني ربما لو اعتمدت اعتمدت الإمكانيات التي عندنا على نشر فكرة القراءة وأقيمت لها أيضا الندوات والمؤتمرات لتجيه القراءة القراءة الكتاب لا يمكن للإنسان أن يستغني عنه يعني أنا أعتقد أن الكتاب هو مرآة من مرايا العقل وعندما تقرأ كلما زدت قراءة في الكتب مهما كانت هذه الكتب إلا إذا كانت كتب مشوهة الكتب المشوهة هي كتب تنتشر كثيرا يعني وهذه الكتب المشوهة أقصد فيها الروايات التي تتحدث عن المتعة والعشق غير اللائق وغير ذلك هذه ليست صحيحة يعني أحصي كم كتاب أريان حضرتك؟ والله لا أستطيع أن أحصي يعني هذا سؤال من الصعب أن أجيب عليه يعني أنا قرأت الكثير بالتأكيد أحصي كم كتاب أصدر حضرتك؟ يعني لدي 120 كتاب مضبوع الآن يعني بين مجموعة قصص ورواية يعني وأنا هنا أقول وأنا في الختام أنا أشتكي دائما من دور النشر دور النشر ليست صادقة معي أبدا مع الأسف ويعني لذلك غالبية كتبي في الفترة الحالية عن طريق وزارة الثقافة نعم يعني أنا مثلا في الفترة الأخيرة ربما أربع كتب أو خمس كتب غير سنسلة الخيال العلمية أصدرت يعني ربما مش عشر كتب في وزارة الثقافة خلال السنتين الأخيرات لأن هيئة الكتاب هي هيئة محترمة يعني تقدر الشخص وأيضا فيما بعد تستطيع أن تميز أيضا بين الغث والسمين يعني هذا صحيح هذا غير صحيح مثلا وفي معيار لأنه الانتقال المادة اللي بتلنشره طبعا معيار صحيح وهي المعيار أكيد هي مهمة جدا أتمنى أن يعني نقرأ المزيد لحضرتك وانتظار المزيد من كتبك دائما وساعدين بكل حوار نجي معك لأنه هيك بفتح لنا عقلنا إلى أفاق جديدة حلو الانتقال إلى بين فترة وفترة شكرا لتلبيتك دعوتي دكتور شكرا يا أستاذ باسر أنت الحوار معك كمان حوار يعني بيفتق الذاكرة وبيفتق أيضا المعارض أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك المختار مع باس المحرز إعداد ريم سليمان جعفر مشهدية وفاء الحداد علاقات عامة آلاء عدرة مسؤول عمليات نبراس أمهاني سوشال ميديا هيثم صالحة نظير تيرو موسيقى يحيى جانو الهوية البصرية ليمونتري ندين الهبل الشريك الإعلاني إلا ميديا إخراج آية أحمد المختار من الأحد إلى الأربعاء الثالث عصرا عبر المدينة أفام وتلفزيون الخبر موسيقى 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 موسيقى